في هذا الاشي. اه طيب اه كمهندس برمجيات شو بتنصحني ادخل في اعرف مبادئ الاو بي والديزاين باترن وهل لازم ادخل من تصول بتخصص لهم ولا طيب اوكي. في سؤالي لهو هذا دايما بجيني انه انا اليوم هن كان تخصصي كذا. انا مهندس حسوب بدي ادرس هندس برمجيات ايش لازم اتعلم هل اتعلم الوبجيكتوريانتد الديزاين باترن وهي الاشياء شوف. اه ما واقدر اعطيك دورة او كتاب لهذا الموضوع. لكن اللي احكي لك هي انه بطريقة او باخرى بتقدر تدخل. انت اليوم هندس حسوب مثلا. وبدك تشتغل هندسة برمجيات. روح شوف خطة هندسة البرمجيات. انا هيك عملت. انا بعد ما اتخرجش هندسة حسوب. واكتشفت انه العالم مش مش النا. اه وانه خبرتي على الفاضي كل اللي تعلمت في الجامعة الفاضي. معني ما كنت تعلمت اشي اشي كنت قاعد بعمل اشياء ثانية. غض النظر كنت قاعد بقرأ كتب وصرحان في عالم ثاني من العالم من المثقفين. اه. بالنهاية انت بتقدر تفتح السيليبس لمهندس برمجيات او صاحبك مهندس برمجيات وخذ منه اسماء الكتب والاشياء وتعلمها. وشوف ايش بدرسوهم. اعرفت علي. انا من الناس اللي هيك سويت. دخلت على هندسة برمجيات الخطوة الدراسية واخدت منها اكمن كتاب. وفعلا يعني درست اشياء كهندسة برمجيات هيك. طيب. اه. ثلاث موضيع حلوة. ريسيرش تو جوين ذري سايينس كميونيتي. انا توتل اجري مع هذا الاشي. انا مع انك انت تدخل في مجال الريسيرش. احسا مجال الريسيرش شوف. دحكي لك عالية شوية اشياء عشان تكون معارفة. هذا المجال في عرض كثير. او معارض اشياني او.